اشتركوا في القناة ياسي البعراش ياسين الاكيد انت سعيد ايضا اليوم بهذه النتيجة بالفعل شكرا لك زميل عثمان على الاستضافة تحية لزميل هشام فرج كل مغاربة سعداء بهذا الاداء كان رائع جدا كان على اعلى مستوى نجعة هجومية تسجيل الاداء في صناعة الفرص بشكل كبير جدا في المباراة فاناعتقد ان جميع المغاربة سعداء بهذا الاداء لان الوجه الحقيقي للمنتخب المغربي ظهر في اخر مواجهة عن دور المجموعات هذه نقطة ايجابية جدا يعني ثقة اخرى المنتخب المغربي سيطوي صفحة دور المجموعات والان التعداد بشكل افضل للدور القادم دور ربعا مهائي اعتقد هناك مكتسبات عديدة في هذه المباراة عودة الثقة العامل النفسي اصبح في احسن احواله وكذلك تبعنا حتى الضغط الذي كان او مرس على اللاعبين يعني لان المغاربة كانوا ينتظرون من هذا المنتخب الشيء الكثير تسجيل هدف فقط في مبارتين وانت تمتلك هدف الشان في اخر دورة فالحمد لله على الاداء الحمد لله على النتيجة والمهم هو التأهلك على رأس المجموع ياسين عشنا اوقات صعبة خلال الشوط الاول هدف كان صادم كبس الانفاس يعني تحررنا بعد ذلك يعني بضربة جزاء الكعبي كيفاش عشت ديك اللحظات يعني طبعا لحظات من الضغط الضغط نفسي رهيب صراحة على اللاعبين على الاعلاميين على الجمهور المغربي الحاضر هنا في دولة اعتقد ان الهدف حرر الكثير من الناس حرر المغاربة وحرر حتى الكعبي لانه هو مستفيد اكبر حتى من تسجيل الهدف لان الثقة عادت لأيوب الكعبي لانه هدف مطالب بتسجيل الاهداف اكيد يمر من مرحلة صعبة لكن اعتقد ان هذه البداية الحقيقية بالنسبة للكعبي وبالنسبة للمنتخب المغربي نحن عشنا الضغط فما بالك اللاعبين فما بالك الطاقم الفني فما بالك لعبي الاحتياط وكامل مكونات على البعثة المغربية فالحمد لله ان النتيجة جاءت بتلك الطريقة والحمد لله كذلك ان التعادل لم يتأخر وجاء في وقث مثالي صراحة قبل نهاية شوط الاول رحيمي كان متألقا يعني وصنع الفارق وحلق في سماء ملعب الوحدة كيف شبالك رجل المباراة ولم يكن رحيما بشباك الاغنديين الحمد لله اداء كبير من رحيمي رحيمي منذ اشهر وهو يقدم مستوى كبير جدا مع الرجاء في المسابقة القرية عربيا ويؤكد الان مع المنتخب المحلي سوفيان رحيمي سعداء بالاداء الذي قدمه رجل المباراة للمرة الثانية خلال هذه البطولة وهذه نقطة تحسب لسوفيان رحيمي هدف من اعلى طراز صراحة سعداء بهذا الاداء من جانب رحيمي وسلاح مهم نتمنى نتمنى والله بعد الشرع كل نعبي المنتخب المغربي أن يبقى حاضرا في قادمة المباراة لأنه سلاح مهم لهجوم المنتخب المغربي غابة صراحة الكعبي لم تكن النجاعة لم يكن التوفيق يحالف لعبنا الكعبي لكن صراحة رحيمي كان حاضرا وتمكن من إعادة البسمة للمغاربة وساعد المنتخب المغربي في شق الهجوم بشكل كبير حقيقة الأمر المجموعة كانت راقية يوم مساء وكانت متألقة حسين عموتة تمكن من إيجاد المفاتيح الحقيقية للعب كيف اشتح حسين عموتة خلال هذه المواجهة؟ في لقاءاتنا مع عموتة أكيد تنفس السعادة تحس أن الرجل بعد ضغط رهيب ولا أحد يتمنى أن يكون في موقع عموتة بعد المباراة الثانية منتخب وفرت له كل الإمكانيات لديه أفضل اللاعبين على المستوى الإفريقي أفضل دوري أسماء تتألق على المستوى الإفريقي في مسابقة دوري عبطال إفريقية لدينا كذلك نهضة بركان حامل لقب كأس الاتحاد إفريقي إذن كان هناك ضغط على عموتة واليوم الأداء الذي قدمه عموتة والاختيارات التي قام بها عموتة قبل بداية المباراة فهي اختيارات كانت موفقة بشكل كبير خصوصاً وأن اختار أن يسير إلى الأمام وأن يهاجم تشكيله لم يكن هناك فيها تحفظ وإنما بحث عن تشجيل أهداف وصراحة عدد الفرص ونسبة امتلاك الكرة التي كانت بالنسبة للمنتخب المغربي صراحة كبيرة جداً وإن شاء الله سنواجه ثاني المجموعة الرابعة هنا في ملعب التوحيد ونتمنى إن شاء الله أن يوفق المنتخب المغربي وأن يسير بخطة ثابتة إن شاء الله لدور المربع الذهبي إن شاء الله شكراً جزيلاً لك ياسين معراش الصحافة الرياضي كنت معنا يعني ضيفاً مسائية الشان شكراً جزيلاً لك طبعاً العبور كان عبوراً شامخاً المنتخب الوطني أبدع وأقنع وأمتع في مباراة أثقلت الأوغنديين بخمسة أهداف لهدفين نتمنى إن شاء الله التوفيق للمنتخبنا الوطني في ربع النهائي وكل التقدير لجميع اللاعبين من ملعب الوحدة لكم تحيات بعثة قناة الرياضية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر